ليليان انت جوم عيشة لحالك ببيت لحالك نعم بتخافي بتقولي بكرة شو ألا مني لحالي لحالي نهائيا أنه أكيد ولا تخيي بطلع لي أكيد أكيد بطلع بس أنه أنه أنت لحالك ما عندي كليل أنا ليك مام يعني ما في شي بيخوفني إلا الطبابة بلبنان بس بتطلع أنه بكل دول العالم الكبار مأمنين حالهم بس يعني بخاف يوصل الوقت لأنه أنا ما بيشتغل شو مكان وما بيشتغل لمجرد المساري وهذا بيّن بآخر ثلاث سنين يعني هذا معروف كم عمل اعتذرت عنه بخاف أنه ما أقدر أوصل إدفع الأسيرانس أنه بعدني قادرة هلأ أعمل أسيرانس لإلي وبخاف أنه ما يعني إن شاء الله ما بوصل لهذا الوقت أنا كل يوم بصلي بقل له يا رب إذا بدي أوصل لهذا الوقت خد أمانتك قبل يعني ما بيزعل هو ياخد أمانته بوقت اللي يعني أنا ما قد بهدل لأنه للأسف اليوم يعني في فنانين منهم بهدلين بهدلون بالقوة على السوشال ميديا منهم بهدلين هالأدب بهدلون صارت ما هي حياركك مثل مين يعني في كتير ما بدي عند أسامة ما أشرحهم بس إنه بطلعوا إشاعة عن فنان إنه مات بطلعوا إشاعة علي إنه متت بحطوا أرقام بنكية بلموا عليك مصاري الناس دي غري بتصدق يعني علا يطلعوا يقولوا لليان نمري عملت حلقة مع روضو الفلال وبس طلعوا تخينقوا وقبروا بعضنا على الباب كلهم بصدقوا طح وبطلع أنا وإياك من كذب الخبرية ما إحنا بصدق طبعا هاي دي المشكلة اللي صارت عنا لا يجيبوا رات لا يجيبوا نسبة مشاهدة بيلعبوا على عواطف الناس بطريقة فيها كذب وفيها فاك وبواجعوا الفنان بواجعوا طب هاي دا الفنان مين ما كان يكون يا عمي فيه فنانين كبار من العالم العربي ومن اللبناني يا عمي كد شارب موطون مليون مرة طب ليه ليه شو عمي يجيكم طح